في المثنى فهذا مصدر أمني في السماوة بمقتل شاب عشريني على يد زوجته بطريقة بشعة جدا بعدما أقدمت على طعنه بواسطة سكين مطبخ في منطقة الرقبة المصر أوضح أن المصابة نقل أقول للمستشفى وتم الإدعاء في أول الأمر بأن الحالة انتحار وبقي لمدة نسب ساعة وتوفي هناك ثم بيّن الطبيب المختص بأن الحالة جنائية وليس انتحارا وأشار إلى أن حالة القتل حصلت بسبب خلافات زوجية بين الطرفين من جانبها ذكرت شرطة المحافظة في بيّن لها أنها شكلت فريق عمل برئاسة قائد شرطة المثنى بعد شكوك الحاصلة في الجثة لكون الحادث جنائي بعد التحقيق تم الكشف عن الجريمة خلال الساعتين حيث ألقي القابض على الزوجة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها